شهر من أغلى الشهور في السنة شهر شعبان أنت يعرض عملك على الله في شهر شعبان أنت مدرك ده؟ أنت مستعد للده؟ علشان تفهم يعني إيه يُعرض عملك على الله لازم تفتكر يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون عشان تعرف يعني إيه بيُعرض عملك على الله في شعبان لازم تفتكر يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة عشان تعرف يعني إيه بتعرض أعمالك على الله في شعبان لازم تفتكر وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة عشان تعرف إيه اللي بيحصل في شعبان وتحس بيه لازم تفتكر ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغير ولا كبير إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا خاضرا ولا يظلم ربك أحدا عشان تدرك يعني إيه عرض الأعمال على الله في شعبان لازم تفتكر يوم القيامة وينادى يوم القيامة فلان ابن فلان هلما للعرض على الرحمن هلما للعرض على الجبار فهمت يعني إيه عرض الأعمال على الله عرض الأعمال يوم القيامة هو اللي أنا قلته الآيات دي طب وعرض الأعمال في شعبان معناه إيه كأن ربنا بيقولك دي حالة مصغرة دي بروفة لعرض الأعمال يوم القيامة اصحر. فوق. استعد. بس يوم القيامة ما تقدرش تصلح حاجة. لكن عرض الاعمال على الله في شعبان هي هي زي يوم القيامة. تقرأ اعمالك على الله بس انت مش موجود. يوم القيامة حتبقى انت موجود. انت النهاردة مش موجود. لكن هي هي نفس العرض. طب كأن المعنى ايه? يوم القيامة مش هتقدر تغير حاجة. لكن في شعبان تقدر تغير. بالله عليه. صح صح. فوق. الان يعرض عملك زي يوم القيامة. اعمل الحسنات. النبي كان بيصوم. كامل كامل اللي تقدر عليه. علشان يعرض عملك وربنا راضي عنك. يا جماعة خلي بالكم. عرض الاعمال فرصة غير عادية. انك تتوب وتستغفر. فالعرض يوم القيامة يبقى اجمل ما يكون.